اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول ورح يظل القمر موجود في هذه المنزلة لغاية الساعة 6 و25 دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء واحد وثلاثين واحد لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء بما ان القمر موجود في برج الجوزاء معناته اليوم بننشط في اتصالاتنا وبنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعد بصديق كل وعد أو كلمة قال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضويتنا ديه بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا بداية زاوية صعبة جدا يعني أسبوع رحكو يكون صعب بتمنى إنه ما يكون صعب الزاوية هاي هي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين أورانوس طبعا تأثيراتها من اليوم 31-1 ورح تستمر لغاية يوم 7-2 هاي اللي هي احنا بنسميها فترة الذروة طبعا إلها تأثيرات هي ما قبل 31-1 يعني إلها ثلاثة أيام أو أربع أيام متشكلة ورح تستمر برضو ما بعد 7-2 ثلاثة أو أربع أيام طبعا ذروتها هي يوم 4-2 في تمام ساعة 2 وخمسين دقيقة صباحا بسبب هاي الزاوية بيتمرد بعض الأشخاص وبيتصرفوا دون اكتراث للعواقد كما بيتمرد بعض الأبناء على أهليهم في هاي الفترة غالبا لما بتصير زاوية التربيع ما بين هدولة الكوكبين الكبار اللي هم الشمس وأورانوس غالبا تحدث بعض الثورات أو الانقلابات العسكرية أو الاغتيالات وفي مثل هاي الوضعية دائما بيصير في نوع من أنواع الأزمات بتدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة وبرضو بتدل على حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بسك الحديد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهاي طبعا تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 3-2 هذه زاوية بتعزز قدراتنا القيادية وبتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين أورانس وهاي برضو تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 1-2 مننشط فمنباشر بأكثر من مسعى في أكثر من اتجاه في ذات الوقت كما أنها بتعزز قدراتنا العقلية فبتسهل علينا حل وفهم مسائل علمية تعذر حلها مسبقا ومنشعر أيضا بالثقة وبقوة الحدث الموجودة لدينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية اقتران سلبية ما بين القمر وبين المريخ وهاي راح تكون ذروتها الساعة 24 و 26 بقيقة صباحا بتوقيت درينج يعني تأثيراتها من ساعات منتصف الليل ولغاية ساعات العصر هذه الزاوية بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمن كون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مساعة من كون فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة مشاط من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تكليث إيجابية بين القمر وبين الشمس وهاي راح تكون ذروتها الساعة 6 و 24 دقيقة صباحا بتوقيت درينج يعني تأثيرها طيلة اليوم منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغذيب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عن الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنبيب الشعب الهوائية والرياتين والوصلات العصبية والله مهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل هدولة الأكثر حساسية خلال هذا اليوم اللي لازم توفروا لهم العناية الإضافية واللي بيشعر بأي أعراض غير اعتيادية ويراجع طبيبه طبعا ما بجوز اليوم إجراء عمليات جراحية لهاي الأعضاء إلا إذا كانت اضطرارية أما باقي أعضاء الجسم فما في أي مشكلة للعمليات الجراحية طبعا هذا اليوم أيضا مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الجوزاء قلو المسار القادم بيبدأ يوم الأربعة واحد اثنين في تمام الساعة 11.57 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيش وبيستمر حتى تمام الساعة 18 دقائق مساء بتوقيت جرينيش لا يستقر القمر بعديها في برج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدد عمره 10 أيام في تمام الساعة 10.35 دقيقة صباحا بصير عمر 11 يوم نسبة الإضاءة بنصير 75% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 18.02 سعيدة بنسبة 60% القمر في الجوزاء حتى يوم 1.02 منتحسة بنسبة 40% الآن في ساعات الفجر بتصير منتحسة بنسبة 50% في ساعات الصباح بتصير منتحسة بنسبة 25% ساعات العصر بتصير منتحسة بنسبة 50% ساعات المساء بترجع منتحسة لـ 25% عطارد في الجدي حتى يوم 11.02 سعيد بنسبة 45% الزهرة في الحوت حتى يوم 22.02 سعيد بنسبة 10% المريق في الجوزاء حتى يوم 25.03 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16.05 سعيد بنسبة 15% أما بالنسبة لزحل في الدلو حتى يوم 7.03 سعيد بنسبة 15% وأورانس في التاور حتى يوم 29.08 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 30.06 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف في الجدي حتى يوم 23.03 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر صار موجود في البيت الثالث لألكم يعني بيت قوي جدا فعشان هيك اليوم بتنشطوا في أمور الهلاقة بالسفر القصير والاتصالات بتطلعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهمش أنك ما تتهرب منها وطبعا ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض بتكثر عندك الزيارات والتنقلات ولكن بدك تنتبه أثناء قيادتك للسيارة أو أثناء حركتك وبعض الأوقات بدك تسيطر على انفعلاتك برج الثور بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم خلال هذا اليوم لأن القمر موجود في بيت المال ولكن بدك تتجنبوا النفقات ممكن تقلقوا بشأن مصاريف لا تصليحات أو لا استحقاقات مالية أو ترتبوا بعض الدفعات أو الفواتير أهمش أنكوا تتجنبوا نزوات التسوق وحاضروا من تهديد الاستقرار المالي ببعض التقلبات خلال هذا اليوم فعشان هيك ما في أي مغامرات خلال هذا اليوم يعني ما بنصحكم من مغامرات المالية ممكن اليوم تنشغلوا بمسائل مالية متنوعة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا القمر خلص استقر عندكم فعشان هيك اليوم أنتوا عندكم قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها فتلمسوا انفراج وبترتفع مع موياتكم بشكل ملحوظ وممكن اليوم تواجهوا الواقع بمنطق وعزيمة أو تتلقى جواب كنت بتنتظروا في الأيام الماضية هاي فترة رح تتوضح لك كثير من الأمور بانتظارك اليوم لقاء أو مرحلة جديدة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر صار موجود في بيت المتاعب فعشان هيك اليوم بناء للتعب منكم أيضا ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا كثير لغذاءكم وراحتكم ابتعدوا عن الأجواء الصاخبة والمشحونة بالانفعالات خذوا قصة من الراحة لأنه ممكن بشوي يكون في بعض الأمور الصعبة اليوم حادروا من الفشل والالتباس أو التراجع الصحي وإذا بعد موليد السرطان شعروا بأي تعب صحي ما يستهينوا بالموضوع يراجعوا طبيبهم برج الأسد بتنشطوا اليوم اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء وهي فترة مناسبة لا طلب الاستشارة أو لتأييد أحدهم أهم شيء أنه حاول أنك تنتبه لأنه ممكن أنك ما تقدر تنجز أعمالك بشكل كامل دون دعم أو واسطة أو تدخل أحدهم وحاول أنك تستشير أهل الاقتصاص تطمئن مخاوفك وتفرح لحملة تأييد ودعم لقضيتك وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أهم شيء أنك ما تستسلم بل تفاءل بالخير حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل خلال هذا اليوم حاولوا أنك تقدموا أفضل ما عندكم لأن الأجواء ممتازة جدا فممكن أنك تحققوا إنجاز أو تحرزوا تقدم حاولوا أنك تكونوا على قدر المسئولية وما تترددوا بطلب رأي أو مساعدة أحدهم حاول أنك تخلي خجلك جانبا وعبر عن آراءك بثقة وجراءة وبرضه اتجنب الكلام القارس أو الانتقادات لأنه سهل أنه يغضب الطرف الثاني برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان اللي بده يتقدم منكم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضور تعتبر هاي فترة ممتازة للتنقلات والاتصالات فترة حافلة بالنشاطات بتقدروا تبحثوا عن الحلول اللي بترضي الآخرين ممكن تضطروا اليوم للتراجع عن موقف ما بتكثر عندكم الانشغالات الإدارية ولكن بتكونوا تحاذروا من بعض المتاعب الصحية برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وسارعوا لترتيب أوراقكم وملفاتكم ممكن تحتاجوا لخبرة أحدهم لإنقاذك من مشكلة من ورطة من حيرة يعني أطلب المساعدة وما تتردد أهمش أنك اليوم ما تبقى وحيد وما تتقوقع على نفسك وشارك في كل النشاطات وبادر لا تصحيح الأخطاء طبعا التركيز رح يكون برضو على الأمور المالية للعلاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفي طبعا القمر مقابلكم تماما فينفعكم على مستوى الشراكة وتعتبر فترة جيدة للمصالحات ولكنها برضو فترة صعبة تثقل خلالها الهموم والمسؤوليات وتقلب المزاج وممكن تعيشوا لحظات فيها بعض الصعوبة بتعاكسك الظروف وممكن تظهر معاكسات كبيرة ومحاولوا أنكما تخالفوا القوانين وما تدخلوا بأي مشاكل لأنه طاقتك يعني ضدك برج الجدي طبعا القمر موجود في بيت العمل وبيت الصحة بدكوا تواصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وتنتبهوا لصحتكم وحاذروا من أي تراجع صحي خلال هذا اليوم اللي بشعر بأي شيء غير اعتيادي يراجع طبيبه وحاولوا أنكوا تباكروا لعملكم واتركوا مساحة للغير للتحرك وخصوصا زملائكم بالعمل ما تدخلوا بأي مواجهات أو مشاحنات معاهم باستطاعتكم حسم الأمور لصالحكم واتخاذ قرارات جريئة يعني إذا كنت مستعد لذلك حاول أنك زي ما حكينا تنتبه لأعمالك وتنتبه لصحتك برج الدلو ما بيتخل الحظ عنكم عاطفيا وماليا لأن القمر في البيت الخامس يعني طاقة وحب وغرام وبعض الحدود ولكن بما أن القمر منتحس اليوم فلا تعتمد كثير على الحدود بتكثير التنقلات عندك والزيارات أو الاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا ممكن تعيش فرحة ونجاح ولكنك ممكن تضطر لمساعدة أحد أولادك أو أحبائك وممكن يفاجعك أحدهم الوقوف لجانبك ويدعمك بمسألة ما حاول أنه برضو اليوم ممكن يكون في قلق حول أحد الأحباء برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتنهم كل يوم بأمور الهاصلة بالبيت والعائلة الجو كله رح يتركز على العائلة وعلى البيت وتصليحات وترميمات ومن هذا القبيل أهم إشي نكون تخصصوا وقت مهم لعائلتكم ولشونكم الخاصة وما تتسرعوا في الحكم على الأمور والأشخاص ممكن تعانوا من سوء تفاهم أو شك أو حتى بعض الحدية بالطبع فعشان هيك أضبط عصابك حتى لو كان الوضع لا يحتمل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا بهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء